اشتركوا في القناة الموضوعات الجديدة اللي هنتعرف عليها في تعلم الفرنسية هنبدأها مع بعض بـ أو بعض الأفعال اللي يعني بنعتبر التعامل معها تعامل مختلف أو ملاهاش قاعدة سابتة هنتعرف عليها ونشوفها هنتعامل معها إزاي هيكون بعد كده مجهود معنا مجموعة من اللكسيك أو مجموعة من الكلمات اللي احنا بنتعرف عليها في كل حلقة من حلقتنا في تعلم الفرنسية ثم هننتقل بعد كده هنكون عندنا comprehension correct أو النص اللي احنا بنعمله واناليز مع بعض أو هنبدأ نحنا نقرأه ونجاوب على الأسئلة الموجودة معنا les verbes irreguliers les verbes irreguliers أو les verbes اللي يعني qu'ils ne suivent pas de règle أو اللي ملاهاش قاعدة سابتة هنتفقنا مع بعض قبل كده عندنا تلات مجموعات للverbات أو الأفعال عندنا في النغة الفرنسية عندي البرمي جروب والدوزيام جروب والتخوزيام جروب وزي ما شفنا كده مع بعض عندي من الحاجات المميزة على سبيل المثال البرمي جروب عندي بينتهي دايما بحرف ال-e وحرف ال-r فطبعا أنا هنا طريقة الكونجيزون بتاعتي بتبقى بسيطة بعمل elimination لحرف ال-r وبحط الإضافات العادية بتاعتنا إنما هنا هلايا عندنا les verbes irreguliers أو les verbes بقى اللي بتكون يعني se conjuge d'une manière different ما فيش verbe شبهة تاني أو التشابه بيبقى قليل ما بين ال-verb والتاني في طريقة تصريفه تعالوا شوف أول verbe موجود معنا وهو هيكون verbe partir verbe partir واللي هو يرحل وده verbe طبعا من les verbes irreguliers وبينتمي إلى المجموعة الثالثة أو التroizième group تعالوا نشوف مع بعض الكونجيزون بتاعته أو الطريقة تصريفه يكون شكلها عامل ازاي هنا طبعا أنا عندي أول تان ما موجود معايا اللي هو تان du present وعندي passé composé والان parfait طبعا إحنا ما شوفناش مع بعض قبل كده هنتعرف عليهم النهارده يعني بشكل بسيط وهنشوفهم بعد كده بشكل أكثر تفصيلا اللي همني النهارده هو le present عندي طبعا البرنان personal بتوعنا اللي بنبدأ بيهم طبعا دايما جو tu il ou al ou an وبعدينه vous il avec es ou al avec es أنا أستعرف كده الفرب كله مع بعضه علشان نشوف مع بعض ازاي ممكن نعمل كونجيزان نشوف هنا كده مع بعض عندي في ال present او في البداية عندي الفرب في المضارع عندي طبعا ببدأ بجو فهنا ألاقي ان الفرب بتغير حصل اليميناسيون لآخر ثلاث حروف او الحروف الثلاثة الأخرانية وبلاقي عندي je par je par je par وآخر حرف الاس عندي بعد كده tu اللي هي أنت نفس الكلام بلاقي بيتعاد عندي مرة تانية نفس الكونجيزان بنفس الطريقة ثم بعد كده il وal il وal طبعا هنا المثال في il بس لكن il وal وan قلنا قبل كده ان هما الكونجيزان او التصريب بتاحهم بيكون ثابت او هما بيبقوا لثلاثة زي بعض فهنا حلاقي ان فيه شانجمان وفيه تغيير ان بضيف حرف الت بدلا من حرف الاس على فن او في النهاية ده طبعا هيكون بالنسبة الال وبالنسبة الان هيكون نفس الكلام بحرف الت عندي بعد كده avec nous احنا قولنا دايما nous vous العلامة المميزة بالنسبة لnous أو vous تكون ان هي دايما on avec nous و a او z avec vous تعالوا نشوف كده ن هلاقي nous nous partons nous partons يعني نحن راحلون او نحن زاهبون يبقى هنا برضو الفاغب هلاقي ان هو احتفظ بالغادي كل بتاعه او بالجزء الاول منه اللي هو ال-p وال-a وال-r وبعدين حطيت الادافات النهائية بتاعتي زي ما هي نفس الكلام هلاقي هنا vous pacht vous pacht هلاقي برضو في النهاية حرف ال-e وحرف ال-z مع الاحتفاظ طبعا بالجزء الاول او الغازيكال بتاعي اللي هو p-a-g-t عندي طبعا في النهاية برضو نفس الكلام il-avec-as و-el-avec-as هلاقي برضو نفس الكلام الغازيكال موجود والفاغب موجود وبحط الاضافة بتاعتي اللي بتتناسب مع البرانات النهائية اللي هي هتكون il-pacht il-pacht ومش il-pachton في بعض الاوقات ممكن ننطق ال- 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 ال-verb وإحنا بنعمله تصريف مع il-avec-as و-el-avec-as او التخوزيام person du pluriel بلاقي ان انا ممكن انت واقول il-pachton pachton pachton طبعا نطق مش صحيح بقول il-pacht il-pacht واكن ما فيش حرف ال-n وحرف ال-t وبتنتهي بحرف ال-e بشكل طبيع هنا حاليا عندي 2-3 او اتنين من الاوقات المختلفة برضو عندي عندي le passé composé و l'imparfait اللي هو اتنين اوقات من الماضي طبعا حنشوف بعد كده استخدماتهم اين ولكن ده الشكل الخاص بالconjuison بتاعتهم انا اللي يهمني اكتر في حلقة اليوم هو le présent طبعا le passé composé بيعبر عن الماضي لو انا بتكلم وبقول ان انا رحلت خلاص او انا ذهبت خلاص او يعني مشيت بقول je suis parti tu es parti il est parti nous sommes parti vous êtes parti il sont parti باستخدام يعني الاuxilière être وده حنتطرق له بعدين وال'imparfait برضو وقت من اوقات الماضي ولي استخدامه في اللغة الفرنسية بعد كده شوفنا مع بعض verbe partir كثير والمهم عندي كويس جدا في الفقرة دي او في الجزئية دي ان انا اعرف ان مفيش غاجل او مفيش قاعدة ستة تخليني اقدر اقول الverbe ده هعمل conjuison بشكل معين وحمش على بقية الverbe وهي دي ممكن اللي بتعمل مشكلة ولكن مع البراتيك ومع ان انا اشوف verbe اكتر وابدأ احل verbe اكتر هلاقي في انهاية ان الموضوع بقى بسيط تعالوا نشوف كده بعض الاستخدامات لverbe partir او بعض الاexpressions بعض الاexpressions المصطلحات او يعني الجمل اللي ممكن الاقي فارب باختيغ موجود فيها ويعني انفر كور اتليزي فارب باختيغ عندي اول حاجة طبعا زي ما قولنا باختيغ يعني يرحل وبالتالي لو انا عايز اقول يرحل ممكن اقول باختيغ ابي باختيغ ابي وطبعا شفنا ابي دي قبل كده وتعني مترجلا او ماشي على رجلي يبقى باختيغ ابي يبقى حيمشي على رجلي او هيرحل ماشي على قدم عندي بعد كده ممكن اقول برضو باختيغ او باختيغ باختيغ برضو نفس الكلام يرحل باستخدام شفنا باستخدام وتعني السيارة اكمان من الطرق برضو اللي انا ممكن ارحل باستخدام ذهب باختيغ هلاقي باختيغ عندي بعد كده برضو واحدة من استخدامات الذهب باختيغ ولكن هنا المصطلح مختلف شوية ويعني حاجة مختلفة عن الرحيل هنا هلاقي عندي اه باختيغ دو مانتنان وهي لما اجي اقول كده مصطلح باللغة العربية من دلوقتي او يعني من اللحظة دي او من دلوقتي ورايح هيحصل كذا يبقى باختيغ دو مانتنان بدءا من اللحظة دي او بداية من دلوقتي هيحصل كذا او مش هيحصل كذا وده برضو بالإكسپرسيون اللي انا بستخدم فيها او بلغة فيها ل ل باختيغ عندي بعد كده سي بيان باختي سي بيان باختي و سي بيان باختي يمكن البرب هنا هو يعني يعني الرحيل ولكن هنا بيتعني ان الامور عادت بشكل كويس سي بيان باختي مشت كويس او عادت كويس او كانت حاجة بشكل جيد عايزين برضو نشوف هنا واحدة من المصطلحات بيقول لي يعني هو بدأ من الصفر ونجاح هنا بباختيغ او يعني معايا ان هو بدأ من الصفر او امطلق من الصفر وقدر ان هو يوصل في النهاية او ادر ان هو ينجح في النهاية الى غير سي لفرب سوغتير لفرب سوغتير و لفرب سوغتير برضو من ضمن لفرب الموجودة معايا النهاردة ويبكي لفرب سوغتير بيتشابه شوية مع بار بار تفاكتير ولكن هي ليست قاعدة هم متشابهين في نهايتهم وبالتالي الكون جوزان بتاعتهم هتكون متشابهة او هتكون قريبة جدا من بعضها ولكن دي مش القاعدة هنشوف برضو مجموعة اخرى من الوربات اللي هنلاقيها بتختلف تماما عن بارب بارتير و بارب سوغتير و بارب سوغتير طبعا اللي هو بيعني الخروج او انا اخرج من مكان نفس الكلام هلاقي هنا عندي الكونجيزان دو بارب او دو بارب سوغتير حلقية موجودة عندي في البرزان و البرزان و الامبرفير تعالوا نشوف كده مع بعض نفس الكلام البرزان بتوعنا عندي هنا طبعا حلقي في البرزان ان البرب يمكن متشابه شوية في طريقته في الكونجيزان مع بارب بارتير كنا قبل كده ان يعني في بارب بارتير بيحتفظ بالغادي كل بتاعه اللي هما اول اربع حروف وبعد كده بحط الاضافات بالشكل اللي بيتناسب مع كل بخانا بخسونال تعالوا تشوف كده مع بعض اول حاجة هلاقي ج طبعا ج بتعبر عني انا او بتعبر دايما عن المتكلم او المتعدس يبقى حيقول ج صار ج صار ومش بقول ج صخص مش بنطق حرف الاس الاس هنا لا تنطق يبقى ج صار باضافة حرف الاس وهنا ده يبقى يكون بالنسبة للبخانا بخسونال ج هلاقي هنا ان هو في الجزئية دي احتفظ بأول ثلاث حروف وحطيت ان هي بتعطي اللي هي حرف الاس اللي بتتناسب مع البرخانا بخسونال ج عندي بعد كده ت اللي هي انت برضو نفس الكلام بتتشابه مع ج او هي هي متابقة اليها يبقى تصار تصار يبقى ج صار تصار وبعدين حلاقي الترازيام بخسون دي سنجولي او التلاتة اللي هم متشابلين مع بعض اللي هم ال بالنسبة لي هو او ال هي او ان يبقى التلاتة دول قلنا ان هم بيكونوا الكون جزان بتاعتهم واحدة يبقى حلاقي ال صار ولكن مع اضافة حرف الت بدلا من حرف الاس ممكن حرف الت بنلاقيه بشكل كبير في بعض الافعال الاخرى اللي بتميز الو ال عن بقية البعنور الخصوص ان ج و تو يبقى ال صار يبقى ج صار تصار ال صار كده دول ال person دو سنجولي تخش بقى عندي نو نو في البداية طبعا بحط النهاية بتاعتي والترمينيزون بتاعتي اللي هي دايما بتبقى متمشة مع نو اللي هي ان او ان اس يبقى نو صار نو صار برضو هنا داخل معي حرف الت يبقى بحتفظ بأول اربع حرف يبقى نو صار او ان اس عندي بعد كده vous صار ت سورتي وسورتي هلاقي هنا النهاية ازاد النهاية عندي هنا ما بتغيرش و هلاقي في النهاية الثلاثام البرسون دو بوريال اللي هو الافيكاس سواء المجموعة كبيرة من الزكور او الافيكاس المجموعة كبيرة من الناس يبقى هنا بقول السخت السخت و السخت طبعا او السخت اللي هم خرجوا او بيخرجوا ده بالنسبة للبريزان هلاقي البريزان برضو في طريقته في الكونجيزان متشابه مع بارب بارتير وفي الان بارفه نفس الكلام عندي بعد كده شخشي لسخت شخشي لسخت وكلمة لسخت هنا هلاقي هنا يعني على هيئة اسم وليس فيرب شخشي لسخت وهي البحث عن الخروج البحث عن الخروج طبعا ده بالنسبة ل فيرب سخت ودول زي ما شوفنا مع بعض فيرب بارتير وفرب سخت اثنين من الرب مع بعض ولكن الرب كتير جدا ولهم امثلة كتيرة ولكن علشان نوضحهم تعالوا نشوف مجموعة اخرى من الرب على مع بعض الرب الرب او او مجموعة الرب اللي احنا زي ما قلنا مع بعض كده اللي هم تصريف بشكل مختلف او ان انا يعني علشان اعمل لهم تصريف بيكون بشكل مختلف وما فيش قاعدة ثابتة اقدر ان انا اعتمد عليها علشان اصرف الفرب او يعني اخليه شبه الفرب التاني تعالوا نشوف كده مع بعض مجموعة من الاجزامبل ونشوف هنعمل لهم تصريف ازاي اول فرب هيكون موجود عندي هيكون فرب بووار فرب بووار وفرب البووار اللي هو يستطيع او يقدر تعالوا نشوف كده فرب بووار ممكن تصريفه يكون عامل ازاي طبعا دايما انا ببدأ علشان اعمل تصريف لأي فرب ببدأ على طول بالبرنام برسونال سيجي الموجودين معايا اللي هو اول حاجة هيكون جو وبعدين انا ممكن اكتب مجموعة المجموعة البرنام برسونال علشان ما انسهمش وممكن ابدأ اعمل كونجيزان بالشكل السليم تعالوا نكتب الاول البرنام برسونال بتوعنا وطو طبعا اقول لها جو تو وبعدين ال وقل وان احنا دايما بنشوف ال تعالوا نكتب المرادة ال وبعدين عندي نو وعندي برضو التوازين برسون دي بلوريال اللي هو الافك اس والافك اس تعالوا ناخد المرادة الافك اس تعالوا نشوف كده ذغب ببووار اللي هو معناه يستطيع او يقدر تعالوا نشوف كده ممكن نعمله كونجيزان ازاي او هو بيتصرف بأني شكل اول حاجة مع جو بقول جو بو اذاك اكس يبقى النهاية عندي هنا حليها متغيرة تماما طبعا شوفنا مع غير بباختيغ وغير بستختيغ النهاية بتكون مع جو وتو بتكون اس هنا هلاقي الموضوع مختلف خالص هنا بلاقي عندي جو بو اللي هو حرف ال اكس في النهاية بالنسبة لجو بالنسبة لتو حيكون متشابه تماما مع جو يبقى تو بهذا الشكل يبقى نهايتو اكس بالنسبة لال ال احنا قولنا دايما يعني عندي يمكن حرف الت بيوميز شوية التروازيام غروب او موجود عندي في مجموعة كبيرة من التروازيام او مجموعة كبيرة من الفرب اغيوليه هلاقي هنا ال فممكن اقول ال peut ودي الكونجوزن الخاصة بي verbe pouvoir عندي بعد كده نو هلاقي هنا نو طبعا زي ما احنا شوفنا مع بعض نو دايما النهاية بتاعتي سبتة لا تتغير يبقى نو pouvoir او نس ail وان وبعدين عندي في الاخر إل أفك أس و أل أفك أس بأوه أفك أم ت وما فيش هنا خالص بأوه أو أنت علشان أنطعه بالشكل ده يبقى إل و أل بأوه بهذا الشكل ده verbe من الرب إغيريلي تعالوا ناخد أجزمبل تاني ومفرب تاني برضو عندنا هنا كده تعالوا ناخد ذرب آخر ناخد ذرب دياغ ناخد كده جزئية دي ونقول ذرب دياغ الذرب دياغ ومعناته اللي هو يقول أو أقول تعالوا نشوف كده نفس الكلام خلاص إحنا عندنا البرونان موجودين عندنا إحنا كتبناهم فحنستمر أو حنكتب بنفس الشكل مرة أخرى هقول إيه بقول ج دي ج دي وإن هي عندي بتكون حرف الأس زي ما احنا شايفين يبقى هنا كان إكس هنا أصبح أس زي بختير وسخطي يبقى أنا ما عنديش قاعدة سابتة أقدر أقول أو من غير ما أفكر زي اللي بيانتي بحرف والأ إن الفاغب اللي قدامي ده هعمل حاجة نماطية أو هشيل حاجة وهضيف حاجة بشكل طبيعي عندي بعد كده تي دي تي دي يعني قلنا خلاص ج و تي بي يبقوا متشابين مع بعض أو بيبقوا متتطقين مع بعض أل بقى أو إل و أل و أون دي لي دي إي و تي طبعا حرف التي هلاقي موجود هنا معايا هنا هلاقي بقى إن الموضوع هيختلف هلاقي مع نو بقول نو دي زان نو دي زان بالنسبة لذر وطبعا برضو خلاص إحنا عارفين إن هي مكملة معنا على طول أجي هنا على المعفو هلاقي عندي قاعدة مختلفة تماما ويمكن هي من الإكسبسيون مش موجودة مع كل البربات زي برب فار كنا أخدناه مع بعض قبل كده بقول مش هقول و دي زي خالص هقول بو ديت بهذا الشكل لو نفتكل كده مع بعض البرب فار كنت بقول بو فت فيمكن هو متشابه شوية مع برب فار ومعنين عندي إلا فيك أس وقالا فيك أس اللي هو والترازيام برسان دو بلوريال هقول إلا فيك أس وقالا فيك أس ديز ديز برضو مش هقول ديزان مش هقول ديزان خارص هيبقى إلا فيك أس وقالا فيك أس ديز بهذا الشكل يبقى ده برب ببو وده برب دير علي النهايات مختلفة و سسان هي دي طبعتهم أو هو ده شكلهم وهنا بتكمل الصعوبة إن أنا ما بقدرش إن أنا يعني يبقى عندي راجل وقاعدة سابتة أقدر منها إن أنا أقول هعمل كونجيزان إزاي ده كان كل شيء بالنسبة لفرب إيرجولي تعالنا نروح مع بعض نستكمل باقي أجزاء الحلقة بتاعتنا زي ما شفنا كده مع بعض لفرب إيرجولي واخدنا ديز اجزامبل أو خدنا فعلين أو اتنين من الأفعال المختلفين وشفنا إزاي ممكن تختلف من لفرب للتاني يعني أنا ما عنديش قاعدة أقدر أبني عليها وأقول إن أنا خلاص من أول ما أشوف الفرب حتى لو أنا يعني لا أعرف معناه ممكن أعمله تصحيش بشكل عادي لا الجزئية دي مهمة جدا علشان بتحتاج مني شغلة أكتر تحتاج مني ديزيفار ومجهود علشان أقدر إن أنا أتعامل مع فربات كتير وبالتالي أبقى شفت مجموعة من الأفعال وبعد كده أبقى خلاص معتاد على طريق الكونجيزان بهذا الشكل قدنا مع بعض وشفنا مع بعض على البلاس بورت جوه بووار وذرب دير وشفنا إزاي ممكن يكون في فرقات كبيرة حتى في بعض الأوقات ممكن لائفوه ما بتتمشاش مع القاعدة السابتة بتاعتنا إن هي دايماً بتنتهي بأزاد على مونتاني أو في المناطق الجبلية يعني يمكن المناطق دي فيها مجموعة كبيرة جداً من اللاكسيك مجموعة كبيرة من الفوكابولار أو من الكلمات ولكن تعالوا نشوفهم همها بعض أوضح أو بشكل أفضل على الإكراماجيك بتاعتنا على مونتاني وقلنا في المناطق الجبلية أو عند الجبل ممكن المجموعة من اللاكسيك الموجودة معنا تبعي هنشوف مع بعض مجموعة من الحاجات الطبيعية اللي احنا بمشوفها مجموعة من الحيوانات الموجودة عندنا بعض النباتات عندنا كمان أو بعض المشاطات اللي ممكن أقوم بيها في المنطقة هناك أول حاجة طبعاً التطريب تاعي على مونتاني أو مونتاني إليا يعني طبعاً هنا بقول إليا هناك في إيه أو هناك ممكن ألاقي إيه تعالوا قلنا نشوف مع بعض أول حاجة موجودة معايا وهي دي بيك دي بيك وحلاقي طبعاً كلمة دي بيك بتبدأ بالأرتيك اللي هو دي يبقى طبعاً الكلمة دي في البلوريال أو في الكامعة دي بيك أو ce sont des sommets أو بمعنى القمم اللي بتكون موجودة أو قمم الجبالي بها هي نفس المعنى أو بتاعني في الآخر ce sont des sommets بعد دي بيك برضو حلاقي البلوريال مكمل معايا كنا بنشوف بقى قبل كده يعني الكلمة بتبقى موجودة معايا مثلاً أو فميناء أو مسكولين بتبقى في المذكر أو المؤنس هنا هلاقي دي بيك يبقى طبعاً لازم أحط في الآخر حرف الاس علشان هوم وده اللي بيميز عندي أو كيماخ لديفيرانس entre البلوريال et le سنجلي نشوف الإجزامبل اللي بعد كده برضو حوالين الموطاني أو في المناطق الجبلية ممكن نلاقي دي لك دي لك زي ما احنا شايفين مجموعة من الجبال وفستيع دي لك أو مجموعة من البحيرات مجموعة من البحيرات نفس الكلام هنا وفي النهاية حرف الاس اللي بيعبر عن البلوريال عندي بعد كده البيوت أو المساكن اللي بالشكل المختلف ده بسميها ايه بسميها دي برجوري دي برجوري يعني دي برجوري لو رجعت للأصل كده عليك من الكلمة دي جاية من دي برجوري دي برجوري ودي برجوري اللي هم الأشخاص أو الرعاة رعاة الغنم أو الأشخاص اللي بيكونوا عايشين في المناطق الجبلية وشغلتهم في رعاة الغنم والحيوانات بيكون عندهم بيوت بهذا الشكل بتسمى دي برجوري دي برجوري وعلى فن برضو لتر اس لان عندي هنا دي فتبعا طبعا هو بريال عندي بعد كده برضو من الحاجات يعني كي أتير بقى لاتنسون دي توريست أو اللي بتشد انتباه أو بتكذب السوري حلما بيكونوا في مناطق جبلية بيكون طبعا فيه الاكتيفيت اللي هي دي بيست دي سكي دي تليسياج أو اللي هي منطقة البساطة كده اللي هي بنسميها التليفريك أو المركبة اللي احنا يعني بنركب فيها كده وبتعدي من جبل للتاني وبتبقى كشفة مناطق كبيرة جدا عادي بعد كده دي كاسكاد دي كاسكاد برضو في المناطق الكبالية حلقي دي كاسكاد اللي هي الشلالات الشلالات برضو حلقيها هنا هون على فان لتر اس أو حرف الاس كي مارك لبريان المثال اللي بعد كده برضو حلقي عندي بعض بقى البيوت أو بعض المساكن في المناطق دي عندي دي شالي دي شالي دي شالي برضو بنسميها وانا غاب كده أو ممكن قولها بالعربي شالي برضو أو البيوت الفندقية كيدون سير مار أو المطلة على البحر أو سير لابيسين أو على حمام السباحة زي ما احنا شايفين بهذا الشكل عندي بعد كده دي فوغي دي فوغي وطبعا المناطق اللي بيكون فيها الجبال بيكون مشهورة برضو بي لفوغي أو موجود هي مجموعة كبيرة من الغابات بهذا الشكل عندي دولاناج 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 طبعا يعني طالما فيه منطقة جبلية في الغالب بتكون المنطقة دي دركة الحرة فيها قليلة فبلاقي دولاناج أو المنطقة كلها بيحيطها يعني التلوج أو فيها التلوج بعد دولاناج اللي هي التلوج عندي بعد كده أو الحيوانات الموجودة في المنطقة دي أو المناطق الكبالية تعالوا نشوف كده مع بعض الأنيمال اللي بعد كده دي زخس دي زخس ودي زخس اللي هي طبعا الدبب أو الدب زي ما احنا شايفين وطبعا برضو أوبروغيال ولاقي في الآخر حرف الأس ولكن هنا أصلا الأنيمال ده هو اسمه أوخس في العادي وبالتالي لما أجي أحطه أوبروغيال مش هيكون فيه أي اختلاف ما بين البلغيال وما بين السنجولي عندي دي زان دي زان هنا الحمار وبرضو حالي هنا أوبروغيال لو مش فيه البلغيال هيبه طبعا من غير حرف الأس عندي بعد كده برضو دي زاجل دي زاجل ودي زاجل اللي هي النصور فحالي طبعا عندي هنا برضو حرف الاس في النهاية بيعبر عن البلغيال برضو أنيمال تاني دي موتان دي موتان اللي هي الخرفان وطبعا بتكون موجودة بصحبة البرجة أو راعي الغنم اللي بيكون موجود في المنطقة دي عندي بعد كده عندي بعد كده راح شفال أو دي شفو كنا شفناها مع بعضا قبل كده في الجزئة الخاصة بالمسكولان والفامينان والبلغيال ولقينا بعض الكلمات اللي بتكون بتنتيب حرف الأل بتتحول معايا في النهاية وبتكون آ او اكس عندي بعد كده دي فاش دي فاش اللي هي الأبقار وبرضو بلاقيها أو بلغيال وبلاقي حرف الاس في النهاية عندي بعد كده دي شافر دي شافر هلقي هنا حرف الأكسن غراف الأكسن الميلة نحن تقليمين دي شافر اللي هي الماعز برضو هلاقي حرف الاس ما يميز البلغيال ونفتكر مع بعض اللي حرف الس وحرف الاش الاثنين مع بعض بيعملوا معايا الصون ش عندي بعد كده دي شان دي شان دي شان دي شان أو اللي هي الكلاب اللي بتكون موجودة الخاصة بالرعي فيه برضو كلب مشهور جدا اللي هو كلب الرعي الألماني فدي برضو الكلاب الخاصة بالرعي بيقاليها برضو مجموعة من الاستخدامات دي شان اللي هما الكلاب دي شان دي شان دي شان اللي هي كلاب الرعي عندي برضو مجموعة من البلانت مجموعة من النباتات اللي بتكون موجودة مخصوص في المناطق دي تعالوا نشوف كده مع بعض من أشهر الأشجار أو من أشهر النباتات الموجودة هناك على إيه شجرة السابين السابين والسابين والسابين مشهورة جدا بأوقات الكريسمس أو الشجرة دي مشهورة جدا بوقت الكريسمس بتبقى موجودة في التوهيد برضو من ضمن الاكتيفيت اللي ممكن نقوم بيها في المنطقة دي طبعا عندي هنا الأشخاص اللي بيقوموا بالاكتيفيت عندي دي سكيار دي سكيار كيفون دي سكي أو اللي هما الأشخاص اللي بيتزلقوا على الجاليد عندي برضو دي غوندونار دي غوندونار اللي هما الأشخاص اللي بيتلعوا في المناطق الجبلية وبيبدأوا يعملوا رحلات أو جوالات كده في المناطق الجبلية الشخص هنا اللي موجود معنا بعد كده اللي هو دي بارجي خلاص شفناه اللي هو راعي الغنم أو راعي الأبقار أو الماشية وهنا بيسمى أو هنا أوبريويل دي بارجي زي ما احنا شايفين بهذا الشكل عندي بعد كده دي جرامبور دي جرامبور ودي جرامبور زي الأشخاص اللي بيتسلقوا الجبال وبيطلعوا الجبال بهذا الشكل برضو برضو ايه كمان ممكن نلاقيها او مونتاني او ايه بعض الحاجات اللي احنا ممكن نعملها من الاكتيبيتي او استخدام بعض الأدوات التزلج علشان نستخدمها ونتزلج على الجليد بهذا الشكل ايه كمان موجود معي عندي فاق دوسكي دوفون فاق دوسكي دوفون وهو ان انا اتزلج على المناطق العالية المناطق اللي ما بيبقاش فيها طلوع ونزول برضو نلاقي هنا بالشكل ده معانا في الفوتو فاق دولاليوج فاق دولاليوج ويمكن شفنا منها كوزئية قبل كده او دولاليوج اللي هي بتكون زي المركبة الصغيرة دي اللي بنعطيها وبنستخدمها علشان نتزلج على الجليد عندي بعد كده فاق دو بارابونت فاق دو بارابونت او يعني واحدة من الانشطة المستحداثة او اللي بنشوف ها دلوقتي في المناطق الكبلية وهي الطيران باستخدام الباراشوت ويعني بنتفرج على اماكن كتير جدا من المناطق العالية عندي ايه كمان عندي فاق دو VTT او VELO وكلمة VTT اختصار لVELO Tout Terrain VELO Tout Terrain وهي استخدام الدرجات او العجل علشان نطلع في المناطق الجبلية بهذا الشكل عندي ايه كمان عندي دو الاسكالاد دو الاسكالاد او اللي هو تسلق الجبل اللي شوفنا ابلي كده في بعض الصور السابقة اللي هوما الجراببور والجراببور بقى بيبقى الاكتيفيتات بتاعتهم دو الاسكالاد او ان هما يتسلقوا بعض الجبال بهذا الشكل ايه كمان موجود معايا موجود معايا فاق دي رون دوني عصلي وابي وهو ان احنا نخرج في المناطق اللي فيها التلوج ونبدأ ان احنا يعني نعمل كده جوالات خفيفة مش لازم نعمل تزلق على الجليد ممكن نتمشى او ممكن نروح يعني في المناطق التلجية ويعني نستمتع بالاجواد نفس الكلام برضو نفس الفوتو بتوضح لي فاق دي رون دوني برضو اصلي او ابي انا هو ان انا امشي برضو في المناطق الجبلية او اعمل جوالات برضو من الاكتيفيتات الترفيهية الموجودة يعني احنا ممكن فاق اي باتاي دو بول دوناج نحن نستخدم بعض كرات التلج ونبدأ نلعب بيها او ان احنا نلقيها على بعض بالشكل داي يبقى فاق ان باتاي وكلمة باتاي معناها عراق او معناها نحن يعني بنتبادل مع بعض كده الضربات ولكن دو بول دوناج واللي هي كرات التلج طبعا بالشكل داي نكون شفنا كده مجموعة كبيرة من اللاكسيك اللي بيكون موجود معنا في المناطق الجبلية تعالوا لاستكمل مع بعض باقي اجزاء حلقتنا زي ما شفنا كده مع بعض المجموعة من اللاكسيك او مجموعة من الكلمات البوكابولار الجديدة اللي انا شفنا مع بعض الخاص بالمناطق الجبلية او على الموطانية ايه اللي ممكن نشوفه شفنا مجموعة من النباتات مجموعة من الحيوانات شفنا برضو اه يعني ايه الحاجات الطبعية اللي احنا ممكن نلاقيها هناك والنص اللي بيكون موجود معنا دايما اللي بنقرأه و بنبدأ ان احنا نحلله مع بعض تعالوا نشوف كده مع بعض طبعا بيكون مقسم على مجموعة من البرغراف او مجموعة من الفقرات كل فقرة بيكون فيها مجموعة من المعلومات نبدأ طبعا في البداية بقل تدخل موجود معنا وهو ما فامي ما فامي و شفنا قبل كده كلمة ما والليه الخاصة بالأدجكتف بوسيسيف او ضماير الامتلاك و طالما نقول ما تبقى حاجة تخصيني يبقى بقول ما فامي فامي ولا فامي اللي هي الاسرة يبقى هنا يعني اقدر ان انا افهم من التدق ان انا حتكلم عن اسرتي او الشخص اللي بيحكي حيتكلم عن اسرته ما فامي و aujourdهي جواني دي بريزنتي ما فامي شو مابل لوران جابت انا اتبقى مابل يبقى طبعا يقول النهاردة انا اعرفكم على الاسرة بتعتير اسمي Laurent et اسمي Laurent et habite à Paris et اسمي في Paris مع أصورتي أو مع إلاتي ما سور أيني أو أورتي الكوبرة et mon frère أخوية في الأصور سأذهب إلى الأécole pendant la journée مانا يسمى ألان يعمل في مدرسة مانا يعمل في مدرسة هنا يقول لي طبعا أنهم يذهب إلى المدرسة طوال اليوم أو يكون طوال اليوم في المدرسة مانا يسمي ألان يعمل في مدرسة يعمل في مدينة وكلمة مخسوري معناها محل الخردوات يعني أو بعض الحاجات اللي احنا ممكن نحتاجها في وقت من الأوقات يبقى هو كلينا في البداية بيعمل لي بريزونتاسيون دوسواء اللي احنا كنا شفناها مع بعض قبل كده وعرفنا إزاي ممكن نعملها إن أنا أبدأ أعرف نفسي وأعرف فصرتي أنا أبعمل إيه في حياتي بشكل عام تعالوا نشوف كده مع بعض الparagraph اللي بعده كده اللي بتكون في فاصل الصيف وهو يعني يختلف شوية عن بعض بإمه ومعناته الحب الشديد أو أنه هو بيعشق طبعا أحفاده إيه نوزوف دو نور كده وبيقدم إلينا العديد من الهدايا ما تانت مارسلين أبيت بريد شزيه ويهنا بيتكلم عن عميتو إن هي موجودة أو سكنة بي القرب منهم ويهنا بيقول إن جدتو أحيانا بيتعزم أعميتو أو خالتو عندهم في البيت علشان تاخد معهم وقبت الفطار اللي فين أذك صنماري ميكوزن ليونال ومارسل وبتقي طبعا مع أولادها اللي هم بيكونوا ليونال ومارسل اسمهم ليونال ومارسل نو بسون دو بو ماما أجوي أسمبل دون الجردان وبنقضي وقت سعيد وبنلعب مع بعض في الجردان أو في الحديقة الموجودة في البيت البارغراف اللي بعد كده يبدأ ينتقل بأيتكلم بشكل أكثر تفصيلا عن الأسرة ما سر إنيعا 14 عام يلجو دو فيولان كم اي جران أرتيست أخطو عندها 14 عام وبتلعب البيولن أو البيولان كم اي جران أرتيست زي فنان كبير أو فنان مشهور هنا في إتقان للأداء الموسيقية بتاعتها موفرار باتريس بلي جن كموا وبتكلم على أخوه الصغير وهنا بيقول بلي جن كموا وكلمة جن هنا معناها أنه هو شاب ومعناتها هنا في السياق أنه هو أصغر منه في العمر يبع لكل دي بتي وبيروح مدرسة الصغار أو بيروح المدرسة بتاعت الصغيرين يقصب بها هنا الحضانة أو يقصب بها هنا أنه هو لسه في البريمير يسي إكرر صنان وهو بيعرف يكتب اسمه أو بدأ يتعلم يكتب اسمه شاك سوار جاكمباني مامير en vélo pour faire une promenade dans le parc avec notre chien snowy وهنا بيقول أنه هو يعني كل ليلة أو دايما بالليل بياخد دايما والدته وبيخرجوا بالعجلة يعملوا promenade أو رحلة صغيرة كده في البارك في واحدة من الحضايق الموجودة وطبعا بيخرجوا يتمشوا أو يعملوا رحلة دي avec le chien snowy أو الكلب الموجود معهم اللي اسمه بيكون snowy bon de ziam oncle louis dit ila des neveux adorables وطبعا هنا بينتقل مرة أخرى عشان يكلمني على son oncle او عمو او خالو اللي هو بيودع لوي وصفام ماريز ايه تنستي تتخيس زوكتو اسمه ماريز وهي بتعمل يعني مدرسة او معلمة ايه زندو زنفان ان فيس كي سابل اندري ايه ين فيه كي تخي جانتي جيم بوكوتت ما فامي هنا بيقولي طبعا بيعرفني عن أولادهم واحد اسمه اندري و بنت تانيا باردو هم لطاف جدا وزوراف جدا جيم بوكوتت ما فامي كيسيون دو كمприهنشون او الاسئلة اللي حم تطبق بيه على التكست بتاعنا تانا نجوف كي دا مع بارد كيسيون 1 كالي لبرنام دو لمر دو لوران اسم الوالدت لوران اسمه ايه طبعا هوا هنا كان اللي ان اسمه غيرتود غيرتود طبعا تبقا هي الهجابة الصعيحة لا هي ماريز ولا مارسولين ولا ماري كيسيون دو كمبين دو كوزان لوران اتل عندو كم ابن عم او ابن خيل او الرايب بشكل عم هنا بيقول اللي لوران ادو كوزان ولا اعن كوزان ولا كاتر كوزان ولا لوران انا پا دو كوزان طبعا هوا كان اللي ان هم اتنين فايب هلوران ادو كوزان نيجي كسيان 3 كَبَنْسَ لَنْكْلَ لُيْدَ سَيْنَوْهُ؟ بالنسبة لانكل او عمو بيوفكر او شايف ايه بالنسبة لأولاد اخوه يبونس كوزان نفوه سان كوراجوه او سان نفوه سان تشربولان او سان انوية او ادوغابل هو طبعا قال عليهم انهما سان تشربوا وانهما الوطفاء جدا ويعني جايدين فطبعا الاجابة الصحيحين هتكون سان ادوغابل كسيان 4 كسيان 5 كسيان 5 كسيان 5 كسيان 5 الشكل ده نكون خلصنا الكيسيون أو الأسئلة الخاصة بالتطبيق على التاكس بتاعنا نفتكر كده مجموعة الموضوعات اللي احنا اتعرفنا عليها مع بعض بدأنا مع بعض ب او الأفعال اللي يعني ملهاش طريقة ثابتة في الكنجوزان أو ملهاش قاعدة ثابتة في التصريف وانتقلنا بعد كده اللي كان موجود معنا النهاردة المجموعة الجديدة من الكلمات وكان معنا تاكست ونص كان موجود معنا وبدأنا ان احنا نقرأه وفهمنا الأفكار اللي فيه وعملنا عليه تطبيق الكيسيون مع بعض ده كان كل شيء بالنسبة ل الموضوعات اليوم من تعلم الفرنسية نتقابل في الحلقات الجاية Au revoir يا بيانتو اشتركوا في القناة